السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديم سلسلة شيوات رايحانة كمان نقدم لكم اليوم صابلي راقي والديد وسهل التحضير مع تقديم أسرار ونصائح النجاح دياله كما كتلاحظو شكله في الصور صابلي اللي راقي وبسيط في نفس الوقت بمكونات سهلة وبسيطة وغادي نقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضير دياله نخلكم مع مشاهدات الفيديو بسم الله على بركة الله كنحتاج 250 جرام ديال سبدة خاصة بالاكل عندنا كاس ديال عنبا سكار غلاسي مايو عاديل 100 جرام كيكم غربل نصف الكاس ديال زيت النباتي عندنا بيضة واحدة كيس من سكر بانيلا رشة من الملح عندنا 2 ملاعق كبيرة من بودرة اللوز خديت رقائق اللوز اطحنتها مزيان عندنا 3 ملاعق كبيرة من بودرة مناشا اللي هي ميزينة والطحين حسب الخليط غادي نذكر لكم القياس في الفيديو كنخدم الزبدة مع سكار اول شيء يعني خدموا العجين ديال صابلي بحد الخطوات باش تنجحوا فيه ضروري زبدة تكون درجة حرارة المطبخ تكون نوعية جيدة الى بغينا نحصلوا على الطعم ديال صابلي كيكون لديد كنخدموهم مزيان كنضيفو الزيت كنستمرو في الخدمة ديال المكونات مع بعض حتى كنحصلو على كريم عاد كنضيفو حفة ديال بيك وكنخلطو المكونات بالتدريج عاد غد ينضيف باقي المكونات اللي هي بودرة اللوز وبودرة مناشا وكنخدموه كنخدمو فقط بالاصابع صابلي ما تستعملوش فيه الكف ديال لي كتخدموه غير بالاصابع فقط حتى كتنسى جملينا المكونات جيدا غير ضروري تكون زبدة حرارة مطبخ باش كتتخدم لكم زيان كتبدا وكتضيفو الطحين بالتدريج لي كيكون طحين غير بالمن قبل بالنسبة لهاد الكيمياء ديال العجين دائما كتاخدوها خمسمية وخمسين جرام ديال التحين اللي هي نسكيلو زائد خمسين جرام ولكن هذا الراجل للتحين ديال كل سيدة كنبقى نضيفو الطحين بالتدريج كنحصلو على قوام بهذا الشكل اللي هي عجينة اللي هي طبع وفي نفس وقت متماسكوه لكن مشي قاسها كنجمعو الأطراف ديال العجين كنتأكدو من القوام ديالها طريقة باش كنتأكد كنوضعو الأصبوع ديالنا الى ملصقش لينا صافي ما نبقوش نضيفو الطحين ونوريكم الطريقة الصحيحة لاحظو معي العجينة كيف تكون كان قسم العجينة من الوسط كما كتلاحظو ما كتلصقش يعني تفرقات بكل سهولة الى تلصقات وكانت كتتجبت هذا داليل على أن العجينة عجنتوها قيمة العجينة ديال الصابلي لازم تخدم بالأصابع فقط طريقة الصحيحة العجينة ديال الصابلي كنوضعوها في قطعة ديال بلاستيك او في المقالة معطاق وندخلوها لتلاجة واحد عشرين دقيقة كنحتاجوا لهذا المول وهذا المارشل اللي راح جديد متوفر في الأسواق خدوا انتم الشكل اللي كينسبكم يعني المهم هي العجينة كيفاش كتخدموها كنحتاجوا الورق الطبخ او قطعة ديال بلاستيك العجينة بعد ما خرجتها من تلاجة كنوضعها في ورق ديال الطبخ او قطعتين ديال بلاستيك وكنبدو كنبسطوها باللاقي إلا كنا غدين اللاقي وصابلي كندير واحد السمك اللي هو ورقيق إلا كنا غدين نديره غير قطعة وحيدة كيكون عندنا سمك اللي هو متوسط ما كيبقاش غليد بالزاب انا ما غديش اللاقي لانا غديستعمل في شوكولة كنتأكد من السمك ديال العجين ديالي وكنزوب القطعة ديال البلاستيك وكنبدو القطع دائما نقطعه واحدة بجانب الاخرى باش ما زبقاش ليكون واحد الكيمياء ديال بقايا ديال العجين وهديك البقايا غير جمعوها فقط يعني متعجنوهاش غير جمعوها مع بعضها باش تتعاودو تخدموها كناخد القطعة ديال العجين هاد هو الشكل المحصل عليه ونضعها في صفيحة ديال فرن بها ورق الطبخ او كنضعها في صفيحة هادية كنستمر بنفس الطريقة حتى كنتهي هاد هو الشكل المحصل عليه في هاد الاثناء غدي نسخن الفران فرن متوسط درجة الحرارة وندخله الفران انا صورت لكم ان المرحلة داخل الفرن لاحظو معايا كيتغير شليه الشكل ديالو نهائي يد يعني لاحظو معايا كل شيء واضح وكل شيء من فوم الشكل ديالو بعد المطاب كيتحمر لنا كياخذ واحد اللون دهبي ما كيبقاش بيض ما كيتحماش بسهر هذا هو الشكل ديالو لاحظو معايا كيجي رائع جدا كنحتاجوه شوكولة اسود ديما كنذكرها في الفيديو وهنا كنستعمل فصابلي شوكولة غالا ما كنضيفش لي الزيز كندوبو كنخلي واحد شوية ديال القطع اللي ما دايباش وكنحركو خارج النار وكنبدأ كنملك المول اللي عندي وشكل اللي عندي وندخلوه لتلاجة واحد بضع دقائق وكنخرجو كنحيدو بكل سهولة كيما كتلاحظو كيعطينا واحد شكيل اللي هو زوي وراقي كنحتاجو هنا ملعقتان ديال الكريكوز ملعقة ديال ناباش كنخلطهم غير بواسطة ملعقة كندهنو القطع ديال صابلي بهادك الخليط كنوضعو القطع ديال شوكولة هنا ممكن استعملو حليب محلة كراميل ممكن استعملو المربا لكم الختيار سوف يكون استمر بنفس طريقة حتى كنتاهيو كيجي سابلي لذيب بزاة احتمل رائحة ديالو شي حاجة اللي زوينا وراقيا وحضرناها بطريقة جيد جيد مبسطة كنت منه تجربو ان شاء الله ووينها لإعجابكم ما تنسوش وضع لايك انضمام للقناة وانطلقوا في وصفة جديدة بإذن الله في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة